أبو بكر على وجهه الوالضاح تبدو سرائره نقي تقي أبيض الثوب طاهر ورع يتحر الحلال في كل لقمة إدخلها بطن حتى إذا ما أكل يوما أكلة قدمها له غلامه ثم أخبره بعد إنها من كهانة تكهنها في الجاهلية أدخل يده فورا فقاء كل شيء في بطنه وحاله لو لم تخرج إلا ونفسي معها لا أخرجتها إنه لا يربو لحم من سحط إلا كانت النار أولى به ومع أنه أول من يدخل الجنة من الأمة مغتر يوما بعمله بل كان يخشى الله ويقول لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن متواضع ما قام يعلن يوما عن جنابه إذا مدحه أحد قال اللهم أنت أعلم بنفسي مني وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تآخذني بما يقولون وكل رفيع القدر جم التواضع